قرية الوفاء والعمل دي قصة هتاخد منك وقت طويل لكن باختصار شديد كانت السيدة جهان السيدات وكان لها دور اجتماعي جيد الحقيقة قيل لها احنا بعض المنظمات كانت الأوروبية عاوزين نعمل حاجة زي أطفال الشوارع بزبط كده عشان نخلص كان في حوالي 400 فدان عملوا فيها حاجة فخمة وجات لجان هنا مع لجان المصرية عشان تبحث عن أطفال الشوارع بمواصفات معينة وبسن معين ودخلوهم القرية وعلموهم تعليم أحسن من اللي أنا وإنت تعلمناه سواء في التعليم أو حتى في الإتكيت وفي اللبس كانوا والحقيقة كانوا بيصرف علوم كويس قوي ويعلمهم كويس قوي وبعدين معروف إن صوائط القيد لما يجي يسمى هو بيبقى الوزارة الشؤون بتبقى حتى اسمين أو ثلاثة أهل محمد كازا أهل هو الأسمين المعتدى بس فاقترحوا إن ليه ما يبقاش فيه فاميلي نيم للعالدي لعالدي ولاد مصر الكلام ده تعمل بتخطيط مش زي ما أنا بقول كده آه يعني كان فيه استراتيجي طب نجيب أسمي أسمي عائلات منين لما فيه بنك ناصر فيه العائلات اللي انقطع النسب فيها وفيه عائلات قديمة العائلات البشوات والناس الأدام حطوا لهم الأسامي وطلعت لهم بطاقة من الأحوال المدنية وكملوا تعليم في غالبهم في أحسن كليات في مصر وكانوا بيصفرهم رحلات سنوية كل دولة بتعلم مجموعة كانت بتصفرهم يعني تربيين كويس تعليمين كويس مختارين الأول كويس بمواصفات معينة تعلموا كويس تربوا كويس في منهم كتير الحقيقة أخد الشهادة النهائية بتقدير عالي جدا جاي جدا ومتياز ما هي اللي قال متنقية فأنت لما تيجي النهار ده في أي مكان في مصر حتى في أي مكان جي لك شاب أو شابة جميل حاجة محترمة ومفتخر كده الاسم ده اسم عائلات كبيرة خد بالك وبعدين جاي بتقدير كويس بيعرف أكتر من لغة غير العربية الدولة اللي بسفر ليها كل سنة وبعدين ما يتقدم في المسابقة بالمواصفات دي تاخدوا أو ما تاخدوش طبيعي لما يدخل على سبيل المثال مش ده حصل أنا بقول يتقدم في المسابقة بقت في مفاصل الدولة الكلام اللي بقوله ده أنا كان عندي إحنا جلنا المعلومة في 2011 فجبنا سيدة فاضلة مزيعة لازلت مزيعة للآن مرات حد من زباط الشرطة أصدقانة لما وصلتني المعلومة وقلت له يا فلانة إحنا عاوزين نعمل تحقيق عن نجاح هذا المكان المشروع وراحوا حددوا معاهد وراحوا لرئيس الدور رئيس المكان وسجلوا ثلاث ساعات وحكى لهم إحنا بنعمل إيه وعملنا إيه الفتر اللي فاتت ومين اللي لنا في الدولة اللي مننا اللي هم بالمواصفات اللي انت عدت عليه لما بيحملوا أسماء لعائلات في أماكن كتير في كل مؤسسات الدولة طب دولك يعني خطورتهم إيه عملوا إيه لا طبعا انت اللي انت خدته علمته دربته خمس ست شهور شوف عمل فيك إيه واللي انت علمته وربيته في مصر وسبته وكمل تعليم في مصر شوف عمل فيك إيه يا دكتور انت بتفتع مساعة خطيرة جدا طبعا الكلام ده على الفكرة أنا مش قلته لا ده أنا هكمل عشان بس لو في حد بيسمع أول مرة اسمع الكلام ده من الأجازة هكمله احنا بنتكلم على تنظيم الوفاء والأمل ما أنا بقول لحضرتك أنا بقول لحضرتك كلام اللي وصلني المعلومة الأولانية الجرايد لما قلت الكلام ده مرة وهو مبتصر ما كانش مكتمل للآخر قال عوزين قدمت لهم الراجل الأول حد تكلم في الموضوع ده أو كان عنده معلومات كاملة لأنه كان مجور ليهم والله أعلم احتمال كم منهم احتمال فقال الكلام ده في الجرايد لم يعلق جهاز واحد وقال إن كان ده مش مظبوط بالعكس كان فيه تعليقات إيجابية على الكلام ده وقال عمل حوار صاحفي كبير فيه أكتر من جديدة والسيدي أنا سلمته من يامها للأجهزة تفرجوا كان يامها البلد ما تحتملش أن أنت تفجر حاجة زي كده تدور لكن الحقيقة فيه حاجة عملها كويسة جدا للمشير طنطوي الله يمسيب كل خير والدول طلطة عمر بعت لنا اللقاء كان يامها العميد محسن عبد النبي آه هو مدير مكتب رئيسي عليه وقال في اللجنة اللي كانت موجودة دي وعرض إن القوات المسلحة على استعداد إنها تتعامل بشكل جيد مع كل أطفال الشوارع اللي موجودة كويسة يعني مش عاوزين يكرروا التجربة بتاني ومش عاوزين يخشوا في التجربة دي لأن أدركوا إنها ما كانش دورهم وفيهم ملوثة فقال لك إحنا ممكن عندنا استعداد القوات المسلحة تعمل كل حقا خاصة إن في الليام الأولى اللي حصل فيها حرق بعد 2011 بعد 28 حصل حرق اللي كان بحصل فيها حاجات كتير كان وقود كل هذه اللي عمليات كميين كان أطفال الشوارع آه فقلنا يا جماعة لأن كان في الله يمسي بالخير اللي هو عمر محرز كان حد من المتخصصين في مكافحة الإرهاب كنا بنقعد كل يوم تقريبا نجمع الصور ونحلل إيه الموضوع قلتم يا جماعة تحليل الصور ده بيقول مش مني من الرجل اللي بيفهم في الكلام ده إن دي أطفال شوارع فالحقق استجابت القوات المسلحة وقدرنا لكن مشروع لم يكتمل ربما دلوقتي بدأوا يشتغل عليه لكن يامها كانت الموضوعات أكبر من كده لكن عشان بس من أخراج طب أنت الموضوع اللي هما خريجي بقى الوفاء والأمل دول أنت بتكلم يعني على ناس منهم بقى وزراء يعني أنا أنا معرفش مواصل الفيوم دلوقتي لكن هو ممكن هو ممكن أصل مش الوزير هو الأخطر أنا فاهم أنا فاهم لكن في مفاصل في مفاصل الدولة يعني اللي قيل لي حد كان من أيام قبل 2011 كان رئيس الأجراء من مجلس الشعب كان واحد من دول كان فيه ناس ما سبيره ناس أجمل منك كده بشعره لهم مهين من الأوانة أه طبعا أه طبعا يعني المقصد من الكلام إيه أه يعني تكلم على ناس مسؤولين في أجهزة حساسة في البلد في مناصب عالية في البنوك خريجين الوفاء والأمل وفاولة 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 مشعيه على فكرة لا 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 خالص بس أنت قلت على مجموعة خدت أسماء عائلات مش عائلاتها نعم و و انت بتكلم بمطقة من زرعه يرجعوا السي دي بالسي ده ده تلات ساعات الراجل قال أساني محددة في أماكن محددة والراجل طبعا ما كانش كان راجل الله يسامه بقى كان عبيط اللي قال تاني يوم شالو ها شالو ها طبعا معارفوا أنه حصل الكلام ده من إدارة الدار